تزويد أوكرانيا بقذائف مزودة باليورانيوم المنضب يقرب العالم من نهاية نووية هذا ما قاله رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيدف عقب إعلان وزارة الدفاع البريطانية عن إمداد أوكرانيا بهذه القذائف التي تخترق الدروع لاستعمالها في دبابات تشالينجر 2 البريطانية والتي منحتها لندن للجيش الأوكراني خطوة بريطانيا فاقمت من تأزم الأوضاع ودفعت بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين للقول إن بلاده سوف ترد بشكل مناسب بعد أن بدأ الغرب باستعمال أسلحة تتضمن مكونات نووية مكونات قالت وزارة الدفاع البريطانية إن وجودها في هذه القذائف لا تصنفها على أنها سلاح نووية وإن موسكو نفسها استخدمت العديد من الأسلحة التي تحتوي على اليورانيوم المنظب في حربها ضد أوكرانيا واشنطن ذهبت إلى دعم الرواية البريطانية عبر المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي إذ اعتبر الذخائر البريطانية المعززة لقدرة القوات الأوكرانية على اختراق دفاعات الدروع ليست مشعة وليست قريبة من عالم الأسلحة النووية على حد تعبيره فيما دانت حملة نزع السلاح النووي وهي منظمة بريطانية مناهضة للأسلحة النووية دانت تسليم الذخائر المحملة باليورانيوم المنظب لأوكرانيا معتبرة أنها ستؤدي إلى كارثة بيئية وصحية إضافية لمن يعيشون في قلب الصراع وبين الجدل الروسي والغربي حول تصنيف هذه القذائف كأسلحة نووية من عدمه يرى مراقبون أن هذا التطور سيدفع بالصراع إلى مستويات أعلى قد تتخطى تداعيتها على العالم حاجز الاقتصاد